لو فتك ملخص الحلقة 24 من مسلسل لقلق مرض لقلق وشعور كاملية بالزم اليكم التفاصيل عرضت للحلقة 24 من مسلسل لقلق وكانت ضمن الاكثر بحثا على بحث وشاهدت الحلقة مرض لقلق ودخولها الى المستشفى وزيارة خاصة من كاملية لها وخوف بدر عليها وفي نقاط نستعرض ابرز احداث الحلقة تتعرض لقلق للاغماء بعد لقاءها ببدر والكلام الاسي الذي قالوا لها ويخبر الطبيب اسرتها انها تعرضت لضغط نفسي خلال الفترة الماضية وتحتاج للراحة والابتعاد عن اي شيء يزعجها تمكس لقلق في المستشفى ويعرف بدر من مروى انها مريضة ويذهب لرؤيتها يراه طارق وتخبر مروى انه من محب لقلق ويدعمها دائما في كل مكان تشعر والدة لقلق بالغضب من مروى وتحاول ابعادها عن ابنتها وتقول ان نيتها ليست صفية تجاه لقلق تعرف كاملية ان لقلق مريضة وتذهب الى المستشفى لزيارتها حتى تلتقط الصورة معها وتنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعندما تدخل الى غرفتها تخبرها لقلق انها تحبها وكانت دائما تحتفظ بصورها لكن بعد ما فعلته معها في اول حفل جمعهما اصبحت تكرهها وتتأثر كاملية بمقالة تنتهي الحلقة بعودة بدر الى المستشفى ليجي الطارق ويسأله عن لقلق فيشق في علاقتهما مسلسل لقلق تدور احداثه في 40 حلقة ويشارك في بطلته بجانب مية عمر كل من احمد زاهر نجلاء بدر نرمين الفئي محمد الشرنوبي ادوارد عادي كرم سلوى عثمان عماد زيادة حمدي هيكل هدير عبد الناصر محمد مهران احلام الجريتلي وقصة مية عمر وسيناريو وحوار محمد مهران واخراج محمد عبد السلام واشراف على التأليف والاخراج محمد سامي